ينتشر الكورونا ولا يفرق بين الأعمار والأعراق والفئات الاجتماعية لكن هناك فئات مستضعفة أكثر من غيرها هم المسنون والمهاجرون والمشردون معدل وفاة مرضى الكورونا 5% لكن بين أولئك المرضى المسنين وتحديداً فوق عمر السبعين النسبة أقرب إلى 9% للثمانينيين النسبة تتجاوز 13% حسب مجلة The Lancet الطبية أكثر من 18% من المرضى الثمانينيين يتلقون العلاج في المستشفى بسبب خطورة أعراضهم مقارنة بنحو 4% فقط للمرضى بين العشرين والتاسعة والخمسين فئة أخرى مستضعفة أمام الكورونا المهاجرون كثيرون في مخيمات مزدحمة غير مجهزة لإيواء الأعداد التي تتكدس فيها موريا اليونانية مثلاً تضم مخيماً يأوي نحو 20 ألف شخص في منطقة مخصصة لثلاثة ألاف الوضع في مخيمات أوروبا وصف بقنبلة موقوتة مع تشجيل عشرات الإصابات فيها حتى الآن في بعض المخيمات يتشارك الأشخاص مكان النوم ما يجعل التباعد الاجتماعي أو العزلة أمراً شبه مستحيل ثم هناك فئة المشردين أمام الكورونا دون مأوى معظمهم يعتمدون على دورات المياه في المطاعم والمراكز التجارية والأماكن العامة لتنظيف أيديهم وأجسامهم لكن الكثير من هذه الأماكن أغلقت ضمن الإجراءات الوقائية غير أن دراسات أكدت بأن المشردين معرضون لأمراض كثيرة تضعف مناعتهم أمام فيروس ينقض على المستضعفين أرفد الجنابي العربية